أستاذ محمد أهلا بكم عميد محمد عبد الواحد عايز أبسط المسألة للناس وأقول ما بين المخاوف والمحاذير ودواع الأمن القوم ما هو هذا النظام الجديد يعني إيه نظام الحماية الأمنية وده مش معناه أننا حتجسس وتصنط وألاحق وأننا هنا ده يمكن أن يمثل انتهاكا للحريات الشخصية وفي النهاية العنوان الأساسي الآن اللي بيستخدم في كل وسائل الإعلام العالمية أن مصر تفرض قيودا على شبكات التواصل الاجتماعي فضل بسم الله الرحمن الرحيم الجريمة المعلوماتية اللي هي جريمة مستحدثة علينا كتقاليد وكشعب مصري الجريمة دي جريمة استحدثت بكل تقنيات احنا اعتبرنا أن هي تكنولوجيا وسائل للتقارب ما بين الأشخاص والأسر والشعوب وما ذلك ولكن في مضمون هذه هذا التقارب توجد جرائم وتوجد تلصصين أو متجسسين بما يسمونها الهاكرز على الحسابات تكبت جميع الجرائم التقليدية تكبت عن جرائم الإنترنت جميع الجرائم التقليدية؟ جميع الجرائم التقليدية وفاقت الجرائم التقليدية في كيفية الارتكاب وسائل الارتكاب الجرائم التقليدية عندي عناصر ملموسة مبلغ ومجن عليه ووقعه ومكان بعينه ومتهم هارب بجيبه وضبطه إحضار والنيابة الجريمة المعلوماتية ما عنديش غير عنصر واحد المتوفر هو المجن عليه وبأدور على بقية الأركان الجريمة بأدور عليها في سماء افتراضي في عالم افتراضي كأنك تبحث عن إبرة في كوم أش بالزبط بأدور في سماء افتراضي قد يكون داخل مصر وقد يكون خارج مصر استغل بعض الناس المحترفين بجرام الإنترنت أولا استغلوا بصفة مبدئية سازاجة الشعب المصري في استخدام التكنولوجيا وعدم المعرفة الكافية والأمان في استخدام هذه التكنولوجيا استغلوه في ارتكاب جميع الجرام من سب وقصف وتشهير ونصب وتزوير وبيع أعضاء بشرية وانتهاك لحرمات البيوت والأسر وما إلى ذلك من الجرام احنا بالنسبة لموقفنا مع الدول العربية والدول الأجنبية الكلام اللي هو الموجود ده الكراسة دي صحيحة كراسة الشرطة أنا لسه هنعيشها بس قبل ما نعيشها لأنه ربما تكون بعض الأخطاء اللي فيها لكن طب أنا هعمل إزاي طب ما أنت بتقول إحنا دواجه ده بالقانون تمام لما أعمل هذا النظام الجديد إجراءات الحماية تمام أنت محتاجه ليه وهتعمله إزاي وإيه أدواتك تمام إيه الجديد هنا الكراسة اللي نشرت دي صحيحة والدرجة صحاتها أنه احنا مش ما بنخبيش مش سرية الكراسة دي متاحة للشركات وتقدمت للشركات لممارسة عليها لاستوراد هذه الأجهزة التقنية احنا بنحارب علم بعلم وده أخطر أخطر مواجهة العلم بالعلم الناس اللي دخلت على الكمبيوتر ودخلت على الانترنت وتعلم التكنولوجيا ناس متفوقة جدا جدا احنا بنلاحق الناس دول احنا اللي بنلاحقهم فكريا وعلميا طيب يعني هو سابقنا هو سابقنا بكتير أنا بلحقه بالتدريب وبالأجهزة وبالتقنيات وبالكلام ده كله لأنه قاعد متفرغ لهذه المسألة يمارس جميع الجرائم التي ترتكب على شبكة المعلومات دون أن يراهوا أحد وهناك برامج للتخفي للتخفي طبعا هناك برامج للتخفي وهناك برامج لإظهار أن الجهاز المستخدم خارج جمهورية مصر العربية وهو قاعد جنبك طيب ممكن يكون داخل مصر لكن يبين لك أنه هو خارج مصر بالضبط كده طيب أنا قدام الكلام ده كله يعني أواجه ولا قاعد أحط متاريس وقاعد أحط قيود وقاعد أقول أنا متخوف إن حد يرأيبني وإن حد يتلصص علي وإن حد يدخل يشوف حساباتي الشخصية أنا أشوف حساباتك الشخصية بقية إيه هو أنا متفرغ لإيه أنا متفرغ للأمن فقط أنا متفرغ علشان أحقق أمن قومي أحقق مصلحة بلد اللي هي بناء على الأمن وزي ما احنا شفنا في السنوات الأخيرة إن الأمن أما فيه حصل فيه ضرب أو فيه مشكلة تداعت جميع الأزرع اقتصاديا وماليا وعلميا وفي البورصة والمال وكل الكلام ده كله أنا عندي الأمن ده أساسي طبعا والناس الأمن ترفع شعار الأمن أولا هو اللي هجيب السياحة واللي هجيب الاقتصاد ولي هجيب كل حاجة الناس تعيش في أمان أنا مواطن مصري باستخدم إيه المقصود بالشبكات في المواقع التواصل الاجتماعي مواقع تتواصل ما بين أفراد والأسر والمجتمعات والكلام ده كله دي ملاكش علاقة بيها اللي نعلاقة بيها طبعا إحنا معانيين بهذا ولكن المواقع دي المقصود بيها تبادل الصداقات تبادل المعارف تبادل سليب العلمية تبادل الأواصل الاجتماعية الكلام ده كله ولكن إذا ما تعدت هذه طب ما أنت هتدخل عليه عشان تشوفها تعدت مانا هجي لحضرتك يعني هل الأمن هنا يقتضي إن أنا عشان أأمن البلد فأم أطلع كل يوم أفتش كل البيوت لا أنا أفتش هنا وكأنك ستفتش كل الصفحات لا هناك صفحات عامة وهناك صفحات خاصة الصفحات العامة هي التي تتيح لأي حد الدخول على شبكة المعلومات الدولية والتصفح ولكن الصفحات الخاصة الخاصة بال اللي هو الأكاونت الخاص أو الحساب الخاص الخاص بالشخص خاص بالشخص ده لا يفتح إلا بموجب باسورد أو كلمة المرور الخاصة بالشخص ولذلك الأشخاص اللي هما بيجوا يبلغوا اللي حصل لهم أضرار أو ارتكبت عليهم جرائم مثل الساب والقصف والتشهير وتركيب الصورة وما خلافه هو اللي بيجي الشخص بموجب الباسورد بتاعه أنا بقدر شفت حسابه من غير إذنه وبفتح له حساب بتاعه بأخذ محتوى الجريمة اللي هي تمثل الجريمة ومعقب عليها في القانون وببتدي أقل الإجراءات وببتدي أعرض على النيابة بيبقى قدامي الشخص المرتكب اللي أنا بدور عليه في السماء اللي افتراضي زي ما أنا قلت قبل كده دي على مستوى الشخص الضرر للشخص ولكن ما يمس أمن الدولة هناك صفحات وازدادت في الأوانة الأخيرة طبعا التحريد على القتل التحريد على النهب التحريد على حرق السيارات تدمير منشآت المؤسسات العامة كل التظاهرات الغير سلمية بغرض التخريب والدمار والقتل هل أنا أسيب كل الكلام ده وأقول أن أنا غير معني بهذا الكلام وأن دي حرية رأي لا حرية الرأي مكفولة بموجب الدستور وبموجب القانون وحرية الرأي فمشروع الدستور بيقول في المدى 59 الحياة الآمنة الآمنة حق لكل إنسان تلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها ولكل مقيمة على أراضيها دستور المدى 65 حرية الفكر والرأي مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتاب أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر حقوق الإنسان مواد حقوق الإنسان تبيح إحنا عندنا خط فاصل ما بين حرية التعبير عن الرأي وما يتعدى حرية التعبير عن الرأي للي يصل إلى المساس بالدولة أنا أعبر عن رأيي إن أنا أقول رأيي بصراحة في موضوعات هامة في مواضيع علمية في إن أنا أقدم مقترحات في إن أنا أنقض نقد بناء لسياسات معينة حتى ولو نقط الدخلية حتى لو نقطت القواة المسلحة حتى ولكن أنقض نقد بناء أقول والله أنا مش عجبني أداء الشرطة أنا مش عجبني الكمان اللي موجودة والله مفروض تكسفه كذا الطرق دي مفروض يبقى فيه كذا في حرية رأي دي غير محاسب عليها ولكن إذا تعدى هذا الرأي إلى ما يمس الأمن القومي يبقى أصبح مفيش مش حرية رأي بقى أصبح هناك جريمة ارتكبت على النظام يعاقب عليها القانون وقانون العقوبات غني جدا بالمواد طيب بس أنت الكلام اللي حداك بتقوله لي ده أنت كنت بتواجهه قبل كده إيه اللي يبيدفعني إلى اتخاذ خطوات جديدة تمام أنا عندي كنت بتواجهه قبل كده وبتفشل ولا ولا إيه الوضع ده في مواجهة قبل كده وفي نسب تحقيق نجاح كبير في مواجهة هذه الجرائم ولكن في حضرتك أعداد المستخدمين أنا ما قدرش أقول أعداد المستخدمين في مصر ولكن أنا بتكلم على أعداد المستخدمين على شبكة المعملات الدولية بصفة دولية لأن النت ما ليس له حدود لا زمان ولا مكان أنا بقى بعت رسالة بتوصل في أمريكا في نفس اللحظة يبقى أنا ما عنديش حدود أعداد المستخدمين زادت جدا في الأوانة الأخيرة وفي خلال ثلاث سنين اللي فاتوا أعداد الصفحات التحريضية واستخدام العنف والقتل والدمار في ازدياد مستمر طيب أما يكون عندي مليون صفحة مفتوحين هل المفترض أو اللوجيك إن أنا أعين مليون زابط علشان يرصد هذه الصفحات وإنما الكلام ده مش منطقي ولكن بنقول وده مطبق في الدول العربية والأجنبية إن فيه كلمات معينة زي استخدام العنف زي التحريض زي القاتل زي بتوضع فيه أنظمة بتستخدم بمجابها الأجهزة اللي احنا عرضنا في الكراس الشروط بتعمل سيرش على كل ما هو يستخدم هذه الكلمة ويبتدي أعمل لها فلتر وداخل الفلتر ده يتعمل فلتر تاني إن أنا بحدد المواقع دي اللي تقالت على الكلمة دي وابتدي أعمل عليها معلومات وتحريات إلى أن أصل إلى أن هناك مجموعات أو هناك خطط تدبر من أجل كذا